هو ليس سراً عزيزي وهذا المحرج خاصةً للصوت العربي الأمريكي محرج جداً ولكن هذا ما يجري في حقيقة الأمر نتنياهو ينتظر بفارغ الصبر عودة ترامب الآن هذا الأمر مرتبط باحتمالات كثيرة ولكن قطعاً هو قال له علناً بإنهي المهمة في غزة وموقفه من موضوع حزب الله كما واضح لأن كله ينطلق بينها ساحات لأدوات إيرانية الآن أين الخطر الحقيقي؟ الخطر الحقيقي ولا أقول ذلك لأني أردني أو لأنك عراقي الخطر الحقيقي عزيزي هو الضفة الغربية والعراق لأنه لا قدر الله إذا تم تكرار سيناريو غزة في الضفة الغربية أن تتحدث عن إنيار السلطة الفلسطينية أن تتحدث عن فراغ سياسي كامل محاولات تهجير هذا بالنسبة للأردن خط أحمر وقيل صراحة على رؤوس الأشهاد بأنه سيعتبر بمثابة إعلان حرب بضمية الحال الموقف العراقي أيضا معقد لأنه مرتبط بالعمق الاقتصادي العربي المرتبط في دول معتدلة الأردن السعودية مصر السعودية الإمارات إلى آخره هذا الأمر أيضا لا يراد به أبدا أن يتم السمح له فأين الحلقة الضعيفة؟ الحلقة الضعيفة هي عزيزي لبنان والحوثي بالتالي قد يكون الأنظار كلها متجهة للضفة والعراق ولكن قد يكون المخرج هو ولن يستطيع أحد أن يجادله على الأقل أمريكيا أن يقوم بالرد بشمال إسرائيل بمعنى الساحة اللبنانية والساحة اللبنانية الداخلية أكثر من ناضجة لإحداث تغيير الآن هذا الكلام يعرف نصر الله أمين عام لحزب الله اللبناني الإيراني يعلموا لذلك قال انتهى الرد وبإمكانكم ترجعوا للجنوب يعني انتهت العملية ولكن من سيصدق ذلك الذي قال نتنياه وهو يزور المنطقة الشمالية أن المعيار الحقيقي هو عودة مواطني إسرائيل لشمال إسرائيل للجنوب العلا لأن هذا الأمر وأيضا مرتبط في قضية تحرير رهائن في غزة وأنظر على الزخم العلامي الذي اكتسبه تحرير عربي مسلم بدوي إسرائيلي في العملية الأخيرة هذا الموضوع التزامن خطير فيه جدا وهذا وقت حساس انتخابيا من الاسمالية للولايات المتحدة الأمريكية بمعنى هذا توقيت يجب أن يحسب حسابه الجميع لأنه الآن لا يستطيع لا موقف سياسي ولا بيان ولا شجب أي يوقف عملية اندفاع إسرائيلية باتجاه حزب الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر